بص الحرب بطبيعة الحال لها ضحايا مباشرة يعني لو نتكلم على حرب حرب دي يعني تدمير لمناطق والأحياء ولكتة تكتلات مدنية لبنية أساسية طيب كل ده في النهاية خالص خرصانة وحديد أي بني لكن في الحقيقة خسائر أكبر وهي خسائر الأرواح الشهداء زي الشهداء الفلسطينيين على سبيل المثال عندنا خسائر تانية وهي المصابين ده مثلا طبعا في ظل الظروف اللي احنا بنشوفها دي وعلى مر التاريخ من مدابح ومجازر صهيونية تجاه أهلنا في فلسطين فاحنا شفنا إنه الجانب الصهيوني الحقيقة ما عندوش أي أزمة في إنه يقتل الأطفال يضرب المستشفيات يضرب المدارس يضرب الكنايس بالنسباله عادي لكن في تأثير ممكن تعتقدوا أو تظنوا إنه هو التأثير غير المباشر اللي هو إيه؟ هو التأثير النفسي سيبك بقى من الكبار على الأطفال أنا عايزك تقعد تفكر غمض عينيك حتى وحط صورة تخيلية في ذهنك كده وكأنك تتأمل صورة ما طفل بتحيط بيه طلقات الرصاص من كل جانب دنات المدافع القزائف بتاعت الدبابات طيارات تحلق فوقه قاعد عمالة بتضرب الطفل ده وهو حي لسه لم يصاب يا ربنا يحفظ الكل لم يستشهد ربنا يا رب يطول في عمر الكل ويحمي الجميع لكن الطفل اللي هيظل حيا ده بعد انتهاء الغارة بعد انتهاء الغارات أقولك وبعد حتى انتهاء هذه الهجمة البشعة على القطاع وانا افترض ان احنا نوصل له وقف اطلاق نيرا انت متصور الحالة النفسية بتاعت الطفل ده تبقى عاملة ازاي وهتتطور لفين ومستقبل هذا الطفل ذهنيا ونفسيا ايه يعني يمكن احنا شوية بنجيب لك بعض المشاهد وبعض المقاطع لأطفال قدام حضرتك على الشاشة هاي بتكلم على خيام اغاثية وما الى ذلك الولاد في ظل الحياة دي الاطفال في فلسطين وفي كل حتة في العالم الوقت ده عيل عنده بالكتير ساق ماكملش سنة دي طفلة عندها يجي سنتين ونص ثلاث سنين هي قاعدة بتلعب فيها قاعدة عمالة بتلعب في رمل وتراف في وسط مغهيم اغاثي لانها طردت من منزلها وحييها ومديناتها اهلها عايشين او استشهدوا الله اعلم ولا مصابين موجودين في مستشفيات ايضا تقوم بقسفها قوات الاحتلال الصهيوني بمنتهى الوحشية اذا هنا اللي لازم تكلم فيه العالم هو العالم ده شايف ايه وشايف مستقبل اطفال دول ايه وشايف يا ترى هل ترى انهي قدر من الانسانية يجب ان نتعامل به لاجل هؤلاء الاطفال او ممكن نسأل نفسنا سؤال هو الصهيوني عايزين كام شهيد وكام مصاب وكم طن من الدم يكفيهم عشان يبطلوا ضرب ايه اللي بيرضي هذه الانفس التعيسة عشان يوقفوا ضرب ايه دي مشهد دفن لرجل او سيدة يعلموا الله مكفن كان مبارح شفتوا احنا بنتكلم على الناس اللي بدأت تتبرح حتى باكفان الفلسطينيين حتى الدفن اللائق مش قادرين يوصلوله لانه ممنوعين من الوصول للمقابر بتاعتهم الطرق اتضربت اللي توصل لحد المقابر المقابر وارد جدا انها تكون بتتضرب بالمرة ما هو التوحش الصهيوني لم يتوقف حتى هذه اللحظة ايه دي شكل غزة ايه الصورة دي؟ دي صورة مش من الحرب العالمية الاولى ولا من الحرب العالمية التانية دي صورة من واقع قائم الان في قطاع غزة انت متصور يعني ايه الاوروبيين والامريكان بيشوفوا الصور دي وعادي انت متصور يعني ايه مجلس الامن شايف كل ده قدامه ومن الوارد ان يكون قدامه صور ومقاطع مصورة اكثر فداحة وعادي من يتحكم بمن مجلس الامن هو اللي بيتحكم ولا كان الصهيوني هو اللي بيتحكم في مجلس الامن